بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو في أخبار الفن والفنانين أفاد مصدر مقرب من الفنان عادي الإمام أن الحالة الصحية للزعيم ساءت في الأيام الأخيرة مما أدى إلى دخوله بشكل سري إلى أحد المستشفيات الخاصة وأضاف أنه ظل بالمستشفى حتى تحسنت صحته ثم غادر المستشفى وعاد إلى بيته منوها أن السبب الرئيسي لتوقف تصوير مسلسل فالنتينو اللي كان المفروض أنه يخود بالزعيم سباك رمضان الدرامي هذا العام هو أن الحالة الصحية للزعيم لم تسمح له بمواصلة التصوير وقد توقف التصوير أكتر من مرة نتيجة دخوله في عدة أزمات صحية ويذكر أن الحديث عن حالة الزعيم الصحية قد أثير على منصات التواصل الاجتماعي منذ منتصف مارس الماضي حيث تداول مشاطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حينها أنباء تفيد تعرض الزعيم عاد الإمام لوعكة صحية وفيه أنباء بتقول ربما تدفعه للاعتزال بعد ما يخلص تصوير مسلسل فالنتينو ولد عاد الإمام في 17 مايو عام 1940 في المنصورة وبدأت شهرته في أواخر السبعينات ومنذ ذلك الوقت وهو يتربع على عرش شباك التذاكر والأكتر شعبية في تاريخ السينما المصرية اشتهر عاد الإمام بأدوار الكوميديا وأخذت بعض أعماله منحنى الجرأة وتسير ضجة وجدلا لنقاشه لقضايا اجتماعية وسياسية ودينية هام تم اختيار عاد الإمام عام 2000 سفيرا للنوايا الحسنة في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وبذلك أصبح معروفا على المستوى السياسي العالمي ترجمة نانسي قنقر